طيب الدواء ده هل تكلفته ممكن تكون أقل من الأدوية المعتادة؟ يعني إحنا دلوقتي فهمنا أنه ممكن يكون صحياً أفضل طيب كمان مادياً بقى هل هيكون أفضل ولا في نفس الوضع ولا أغلى ولا إيه؟ هي الفكرة أنه إحنا مش بنبص على التكلفة المباشرة التكلفة المباشرة هو سعر الدواء أغلى من بعض الأدوية الموجودة في السوق اللي هي ممكن استخدامها استخدام عن طريق الفم لكن كون الدواء بيقدر أنه يقلل المضاعفات ويحمي المريض من مشاكل تانية فنقدر بالشكل ده نعتبر أنه يقلل تكلفة لأنه إذا كان المريض بيعاني من مشاكل القلب فهيتكلف تكلفة تانية لعلاج مرض القلب فده كمان بيعالج مرض القلب بالزبط كده بيقلل المضاعفات وبالتالي بيسمح للمريض أنه يعيش حياة كويسة من غير مضاعفات ومن غير تكاليف لعلاج مشاكل صحية تانية طيب الدواء ده هيكون برضو من خلال برضو يعني دواء من خلال الفم ولا يعني الحؤن المعتادة زي الحؤن المعتادة اللي بيأخدها مرض السكر لا هو الحقيقة مثل الدواء كمان أنه هو بنقدر نستخدمه عن طريق الفم وبالتالي ده ممكن يعني أنه هو يساعد في أنه هو ينزل السكر من غير ما نستخدم أدوية عن طريق الحقن زي الإنسولين وزي بعض الأدوية الأخرى يعني طيب إمتى ده هيكون موجودة عندنا في مصر؟ الدواء المصري الحقيقة بدأ يظهر في السوق من شهر سبتمبر اللي فات وتقريبا لغاية دلوقتي أكتر من عشر تلاف مريض بدأ يستخدموه والنتائج الحقيقة مبهرة وكانت رائعة جدا وده خلينا الحقيقة يعني نستفيد من أنه وجود شركات مصرية بتصنع أدوية عالمية بجودة على مستوى راقي يعني وعي إحنا عندنا مرض سكر قد إيه تقريبا؟ مصر الحقيقة يعني نسبة السكر فيها عالية شوية وتعتبر من أول عشر دول في العالم عندها عدد من المرضى للسكر ومتوقع أنه عدد المصريين اللي بيعانوا من السكر أنه يزيد الـ IDF متوقع متوقع هو يزيد؟ يزيد لأنه إحنا للأسف أنه زيادة الوزن والسمنة عندنا في مصر بدأت تزيد وبالتالي بدأ يبقى مشاكل زيادة الوزن ومنها السكر تزيد أكتر إحنا تقريبا ترتبنا على العالم التامن في عدد مرضى السكر ومتوقع أنه نوصل السابع أو السادس على سنة 2045 ترجمة نانسي قنقر